طيب قبل ما نبدأ كده بس أخبارنا خلينا نتكلم شيء كريم على فكرة هنا الرياضة وفكرة مين من الناس وانت صغير كان أو بطل رياضي مثلا بيحسسك أو بيشجعك على ان انت تبارس رياضة الموضوع مهم لأن مش كل الناس عندها الشغف داي فيه ناس بتتخلق بتحب الرياضة ورياضيين حتى لو مش بيمارسوا على المستوى الاحترافي فيه ناس تانية بتحب تروح الجيم وفيه ناس بقى اللي احنا لحالتنا يعني فين وفين لما يحس انه تخن شوية يروح الجيم شوية يعمل دايت شوية يهتم بسوحته شوية بس من وحنا صغيرين بيبقى فيه نمادق كده أو رموز معينة بيلعبه في اي رياضة يعني ان كانت بيشجعوك على ممارسة الرياضة اقولك على حاجة انا مثلا انا شغال كنت بلعب تانس من وانا صغيرة فانا كنت بحب جدا سرينا ويليمز طبعا لعبة التانس الامريكية المحترفة زمل التانس الجميل او بالزبط بالزبط وقتها كان فعلا كمان على المستوى السيدات عالميا كان فيه كذا اسم وقتها من الناجحات جدا ومرتينة نابراتيلوفا في المرحلة الزمنية دي من اسماء الرنان على فكرة دي الناس كتبوا تاريخ جديد للتانس في الزمن دا بالذات كان هم المتسيدين الموقف ومتصدرين السوق دي حقيقة فده كان مسلا اوديكة النمادج انت كان مين وقتها نص يعني اعادة بالذات في السن الصغيرة يعني مرحلة المدرسة مثلا غالبا ما هتلاقي ان الاب او الام او هم الاتنين اللي بيشجعوا الاولاد الرك بقى على ان الاولاد يتنحرروا فعلا انا كنت من الاطفال اللي ما تنحرروش للأسف ودفعت تمن دا غالي على فكرة دي برضو رسالة مهمة جدا لكل اب وكل ام يعني لو عندكم ابنة او ابنة ملاحظين ان هم من الصنف اللي هو المكسل على طول مش حابب فكرة الالتزام في التمرينات الرياضية لا لقلكم طريقة بشكل ما عشان تداروا تقنعوهم لان الحكاية دي بيترتب عليها نمط حياة صحي او غير صحي حيعيشوها اطفال دي لما يكبر انا بتفهم معك جدا فهي الفرصة من الاطفال اللي هم صغيرين فعلا ان احنا نمرانوا مع على ممارسة الرياضة علشان بيبقى لايف ستايل بعد كده تبقى عادة لكن فكرة ان احنا لما نكبر نبتدي نفهم اهمية الرياضة ونمرسها بتالي بيبقى الموضوع برضو مش سهل ابدا